السلام عليكم هذا الفيديو راح ناخذ تمرين عن الانستيب لوكهد احنا سابقا مثل ما تعرفون الهيوريستيك فونكشن كانت تمتلك الاجزاء التالية على سبيل المثال عدنا هنا اذا اربع قراس تابعة انه تكون على خط واحد اعطيناها مليون نقطة في الهيوريستيك فونكشن بينما اعطينا نقطة واحدة اذا تحققت واحدة من هذه الحالات الاربعة هنان ثلاثة قراس على خط واحد والمكان الرابع فارغ مثل ما تلاحظ هنا وهنا وهنان فأعطينا هذه الحالة نقطة واحدة بينما في حالة انه الخصم يمتلك ثلاثة قراس على خط واحد مثل هذه الحالات الاربعة التي تلاحظها هنا فأعطيناها ناقص مئة نقطة بينما في حالة انه الخصم يمتلك اربعة قراس على خط واحد فأعطينا هذه الحالة ناقص 10 ألاف نقطة هل سبب اختلاف هذا القيم أو أنه إحنا استخدمنا قيم متعدل يعني مثلا ليش إحنا أعطينا مليون نقطة في حالة أنه 4 أقراس تابعة أن تكون على خط واحد بينما أعطينا ناقص 10 ألاف نقطة في حالة أنه 4 أقراس تابعة للخصب على خط واحد وأعطينا نقطة واحدة في حالة أنه 3 أقراس تابعة أن تكون على خط واحد بينما أعطينا ناقص مائة نقطة في حالة أنه ثلاث أقراس للخصم تكون على خط واحد والمكان الرابع طبعا يكون فارغ يعني ليش ما نسويه بهذا الشكل على سبيل المثال نعطي مائة نقطة في حالة أنه أربعة أقراس تابعة لأنها تكون على خط واحد وناقص مائة نقطة في حالة أنه أربعة أقراس تابعة للخصم تكون على خط واحد ونقطة واحدة في حالة أنه ثلاث أقراس تابعة لأنها تكون على خط واحد والمكان الرابع فارغ وناقص نقطة في حالة أنه ثلاث أقراص تابعا الخصم تكون على خط واحد والمكان الرابع يكون فارغ فهس هل من الضروري أنه نستخدم أرقام متعددة لتعريف دالة الهوريستيك يعني مثلا ليش ما نستخدم هذا الترتيب ليش نستخدم هذا الترتيب ليش نخلي الهوريستيك فونكشن أكثر تحقيدا لأجل توضيح هذه المسألة ولأجل أنه نعرف الجواب الصحيح خلونا نفترض بأنه عندنا بورد لوحة لعب لوحة اللعبات تحوي على مجموعة من الأقراص مثل ما تلاحظ ثلاث أقراص على خط واحد تابعا الخصم والمكان الرابع فارغ وقرصيا تابعات أنه يكون على خط واحد هس الحالات اللي ممكن أنه تنتج هي هذه الحالات اللي تكون عبارة عن سبع حالات الحالة الأولى هو أنه نرمي بهذا العامود أو العامود رقم صفر نرمي بقرص تابع أنه فتتكون أنه هذه البورد الجديدة الحالة الثانية أنه نرمي بهذا العامود اللي يكون الاندكس الخاص بي واحد فتتكون هذه البورد وكذلك ممكن أنه نرمي بالعامود اللي تكون الاندكس الخاص بي ثنيا ويتكون هذا البورد وكذلك نرمي بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بثلاثة ويتكون هذا البورد وكذلك ممكن انه نرمي بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بأربعة ويتكون هذا البورد او العامود اللي يكون الاندكس الخاص بخمسة ويتكون هذا البورد او العامود اللي يكون الاندكس الخاص بستة ويتكون انه هذا البورد هسه كل حالة من هذه الحالات لازم نعطيها score من خلال الهيريستيك فونكشن وذلك لغرض معرفة أي واحدة من هذه الحركات هي اللي تكون مهمة أو الأكثر أهمية أو أي من هذه الحركات تكون الأفضل طبعاً هنا نفترض بأنه الأيجنت ينظر خطوة واحدة للمستقبل أو One Step Look Ahead طبعاً من الواضح أنه أهم حركة هنا هي هذه الحركة اللي تمنع الأيجنت الخصم من أنه يفوز لكن دعنا نرى في الهوريستيك فونكشن الأولى جد رح تعطي سكور لهذه الحركة والهوريستيك فونكشن الثانية جد تعطي سكور لهذه الحركة طبعاً هنا هنا هذا ترتيب النقاط الخاصة بالهوريستيك فونكشن الأولى اللي ذكرناها سابقاً فهنا مثل ما تلاحظ إذا رمينا القرص بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 100 فالنقاط الخاصة في هاي الحركة هي صفر بينما لو رمينا القرص بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 3 فهذه الحركة النقاط الخاصة بها هي ناقص 99 طبعاً السبب هو كالتالي طبعاً احنا مثل ما نذكر سابقاً إذا كوننا واحد من هذه الأشكال واللي هو بهذه الحالة مثل ما تلاحظ هناك كوننا هذا الشكل فاحنا راح نحصل نقطة على هذه الحركة لكن احنا بنفس الوقت تركنا 3 أقراص خاصة بالخصم واللي تكون على خط واحد تركناهن ما لعبنا القرص لأجل منع الخصم فهذه مثل ما نعرفها تطرح 100 نقطة من الحركة اللي لعبناها فناقص 100 زائد واحد فالنتيجة تكون ناقص 99 فإذا لعبنا بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 3 النتيجة تكون والسكور يكون ناقص 99 هذا في حالة استخدمنا الهيوريستيك فونكشن الأولى واللي يكون بيها منع أو إغلاق المكان الرابع الفارغ اللي يكون عند الخصم اللي يمتلك 3 أقراص على خط واحد أهم من إنه نقوم بتكوين 3 أقراص تابعة عنه على خط واحد فمثل ما تلاحظ هنا اللعبة اللي تكون بالعامود اللي الاندكس الخاص بـ 2 الاندكس الخاص بـ 0 بينما الاندكس الخاص بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 3 تكون ناقص 99 فأكيد هذه الحركة تكون أفضل من هذه الحركة من ناحية النقاط الآن دعونا نستخدم الهيوريستيك فونكشن الثانية ونشوف يا هي الحركة المهمة هنا طبعا نحن نعرف بأنه هذه الحركة تكون أهم واحدة ضمن كل هذه الحركات لكن دعونا نشوف الهيوريستيك فونكشن الثانية اللي تكون توزيع النقاط الخاص بها بهذا الشكل 100 1-1-100 فمثل ما تلاحظ هنا دعونا نرجع للنقلة بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 2 هنا هذه الحركة حسب الهيوريستيك فونكشن الثانية تكون عدد نقاطها 0 بينما لو رمينا بالعامود اللي يكون الاندكس الخاص بـ 3 فهنانا اللي راح يصير التالي مثل ما تلاحظ احنا كوننا 3 أقراص على خط واحد والمكان الرابع فارغ فهذه الحركة حصل منها نقطة بينما احنا تركنا 3 أقراص لنخصم يكون على خط واحد والمكان الرابع فارغ فهذه هي ناقص نقطة فنقطة واحدة ناقص نقطة واحدة في النتيجة صفر وهذه أو هذا السكور من الهيوريستيك فونكشن الثاني يساوي هذا السكور اللي هو من الهيوريستيك فونكشن الثاني بينما احنا نعرف بأنه هذه النقلة تكون أهم من هذه النقلة وبما أنه كل الحركتين يمتلك النفس السكور فبالتالي الأيجنت راح يختار بشكل عشوائي ما بين هذن الحركتين وفي حالة اختيار اللعب بشكل عشوائي راح تكون فرصة فوز الخصم 50% فمثل ما تلاحظ لما نضع أعداد نقاط مختلفة تكون شي مهم حيث أنه هنا نحنا ركزنا على منع الخصم من الفوز أكثر من تركيزنا على تكوين 3 أقراص على خط واحد لأجل الفوز بالمستقبل فهذه هي الحالة هذا هو السبب لأنه احنا استخدمنا الهوريستيك فونكشن الأولى اللي تحوي على كثير من الـ points أو توزيعات النقاط الآن ننتقل لموضوع الثاني واللي هو الـ count the leaves مثل ما تذكرون بالفيديو السابق هذه سميناها بالـ border tree وكل واحد من هذه المربعات هو عبارة عن لوحة لعب تحوي على تركيب أو تشكيل معين من الأقراص وبالنهاية عدنا الـ scores اللي نحصلها من الـ heuristic function هنانا هذا الخطوط الحمراء بمعنى أنه الـ agent الخاص بنا يلعب هنانا الخطوط الصفراء بمعنى أنه الـ agent الخاص بالخصم يلعب وهكذا بمعنى أنه هنانا احنا لعبنا هنانا الخصم لعب هنانا احنا لعبنا فهذه الشجرة يكون العمق الخاص بها ثلاثة ومثل ما تلاحظه الـ game tree هنانا تمتلك ثمانية من النوتس أو نسميهن الـ leaf notes العقد الورقية اللي تكون هنانا بالنهاية أول عقدة موجب أربعين نقطة صفر نقطة ناقص واحد ناقص عشرين زاد عشرة ناقص عشرة ناقص خمسة زاد ثلاثين والـ leaf notes اللي نعنى بيها بالـ game tree هي النوتس اللي تكون ما تمتلك نوتس أخرى تكون أسفلها بمعنى أنه هذه النوتس أو هذه العقد هي العقد النهائية ضمن الـ game tree طبعا بالـ connect x competition الـ game tree تكون أكبر بكثير من هذه الـ game tree اللي راسميه هنانا إذن السؤال راح يكون كالتالي بالـ connect x game لما يكون الـ agent mini max agent يعني الـ agent يستخدم خوار رزمية الـ mini max لأجل التخطيط لحركته الأولى وفي حالة أنه الـ board أو الـ game board تكون فارغة بمعنى أنه كل الأعمدة تكون غير ممتلئة ولنفترض بأنه الـ agent اللي بنينا راح يقوم ببناء game tree العمق الخاص بها ثلاثة أو depth 3 فالسؤال راح يكون كالآتي كم عدد الـ leaf notes اللي تكون بالـ game tree الخاصة بالـ agent اللي عملنا أو بالـ mini max agent الخاص بها طبعاً إحنا مثل ما نعرف بالـ connect x game هناك سبعة أعمدة طبعاً العملية الحسابية بسيطة مثل ما تلاحظ هنا بهذه الـ board tree أو game tree البسيطة احنا ضربنا 2 في 2 في 2 في 2 فالنتيجة راح تكون 8 فبما أنه احنا هنا تكون عدنا 7 نقلات فسبعة في سبعة في سبعة والنتيجة راح تكون أكيد ثلاثمية وثلاثة واربعين ليف نوت مثل ما تلاحظ عدد الليف نوتس يساوي ثلاثمية وثلاثة واربعين ونتيجة الإجابة correct الإجابة صحيحة طبعاً أنت ممكن أنه ترسم الـ game tree للconnect X وتشوف النتيجة وتتأكد ومثل ما تلاحظ هنا number of leaves 7 في 7 الموضوع الثالث هو which move will the agent select أي حركة راح يختارها الـ agent اللي عملناه واللي هو الميني ماكس agent راح نذكر خوارزمية الميني ماكس ونتأكد من فهمنا لهذه الخوارزمية فعلى هالأساس راح نحدد أو نختار الحركة اللي راح ياخذه الـ agent الخاص بنا هنا راح نستخدم toy example مثال بسيط مثل game tree اللي تعلمناها سابقاً مثل ما تلاحظ هنا عدنا ثلاث نقلات محتملة لكن أي نقلة راح يلعبها الـ agent أو أي نقلة الـ agent الخاص بنا أو الميني ماكس agent راح يختاره طبعاً الـ heuristic function حسبت الـ heuristic scores للـ leaf notes اللي تكون بنهاية game tree فهذا السؤال يكون كالتالي هل الـ agent الخاص بنا راح يختار هذه النقلة النقلة 1 أو النقلة 2 أو النقلة 3 لأجل معرفة الإجابة بالبداية الروح للـ depth 3 أو leaf notes مثل ما نعرف الـ agent الخاص واللي يكون لونه أصفر بينما الـ agent الخاص بنا يكون أحمر مثل ما نعرف الـ agent الخاص واللي هو هنا يكون باللون الأصفر يحاول يختار عدد النقاط الأقد وإذا كانت تكون نقاط بالسالب يختارها يفضلها على النقاط الموجبة لأجل أنه يمنعنا من أنه نحصل على نقاط هواء فمثل ما تلاحظ هنا أنا بهالحالة هنا أنا بالبداية عدنا 100 ناقص 100 زائد 90 هنا أنا حصلنا 100 نقطة هنا ناقص 100 هنا أنا زائد 90 فأكيد الـ agent الخاصم راح يختار الناقص 100 لأنه الـ agent الخاصم يحاول أنه يخسرنا نقاط قدر الإمكان فراح يختار ناقص 100 فالناقص 100 راح تكون هنا أوكي هنا أنا ناقص 5 زائد 90 ناقص 80 الأجل الخاصم راح يختار ناقص 80 فهنانا عدنا ناقص 100 وهنانا ناقص 80 هنا زائد 3 زائد 1 زائد 2 فأكيد الأجل الخاصم راح يختار زائد 1 فالأجل الخاصم دائما يحاول أنه يجعلنا نحصل نقاط قليلة جدا فهنانا ناقص 100 ناقص 80 زائد 1 هسه هنانا يجي الدور إنه احنا أكيد راح نختار عدد النقاط الأكثر واللي هو هنا زائد 1 فالـ agent التابع أو الأجل الخاص بنا راح يختار النقلة الثالثة واللي تؤمن إنه نحصل نقطة وحدة بالخطوات أو بالخطوة القادمة هسه خلي نكتب الخطوة اللي اختاريناها واللي هي الخطوة الثالثة ونشيك هل إنه الخطوة اللي اختاريناها صحيحة أو خاطئة فنضغط run correct الخطوة الصحيحة وما بيها أي مشكلة هسه ننتقل الموضوع الرابع واللي هو examine the assumptions فحص الفرضيات اللي احنا افترضناه هسه احنا نانا بالبداية الميني ماكس ايجنت الخاص بنا يفترض بأنه ايجنت الخاصهم يلعب بالشكل المثالي لكن بأغلب الأحيان هذي ما راح تكون الحالة عمليا من المرجح بأنه الايجنت اللي ممكن أنه نواجهه يكون أسوأ من الحالة المثالية اللي احنا مفترضيها فإذا كان الميني ماكس ايجنت يواجه مثل هذا النوع من الائجنت أو هكذا خصم فهنانا الميني ماكس ايجنت ما راح يلعب بشكل اللي احنا نتوقع لأنه الايجنت الخاصهم ما راح يلعب حسب افتراض الخاص بنا هنا انا خلينا افترض بأنه الايجنت الخاص بنا واللي هو الميني ماكس ايجنت واجه مثل هذا النوع من الأيجنت الخصم واللي يكون أسوأ من المثال من ناحية اتخاذ القرارات فهل نتوقع أنه الميني ماكس أيجنت راح تلعب بشكل جيد تبقى تلعب بشكل جيد وتنتصر على الرغم من أنه الأيجنت الخصم يناقض فرضيات الميني ماكس أيجنت خلي نشوف النتيجة الحل مثل ما تلاحظ هنا ممكن أنه نتوقع من أنه الميني ماكس أيجنت تبقى تلعب بشكل جيد أو يكون أداها يبقى جيد يعني بشكل عام يكون أداها جيد فهنا خوارزمية الميني ماكس جاي تبالغ بأهمية نقلات الأيجنت الخصم أو بمعنى أنه تفترض بأنه الأيجنت الخصم يلعب بشكل مثالي هذا الأمر ما راح يأثر على الخوارزمية بشكل عام فالمبالغة بتقدير الخصم ممكن فقط يجعل الميني ماكس أيجنت يأخذ وقت أطول لأجل الفوز لكنه ما راح يأثر على خوارزمية الميني ماكس بشكل عام لأنه هي راح تتوصل لكن الفترة الزمنية لأجل الوصول للفوز ممكن أنه تصير أطوأ الآن راح نتكلم عن الموضوع الأخير واللي هو Submit to the Competition كيفية إرسال الأيجنت للمنافسة بالبداية مثل ما تعرفون الأيجنت الخاص بنا هو عبارة عن Python Function تستقبل OBS والConfiguration كأرقومت الآن لازم نضع الكود الخاص بنا اللي مثل الميني ماكس أيجنت الآن التالي بنوضع كل الدوارة الخاصة بالميني ماكس أيجنت ولا لدينا الـ drop piece, check window, count windows من أضافة إلى score move, is terminal window, is terminal node وكذلك لدينا الميني ماكس function will get a heuristic function بالنهاية راح نقوم بالحصول على الحركات المتاحة أو valid moves ونقوم بتحويل الـ grid إلى two dimension array ونقوم بالحصول على scores الخاصة بكل نقلة ونقوم باختيار النقلة ذات السكور العالي وفي حالة إنه هناك أكثر من نقلة ذات السكور عالي يتم الاختيار ما بين هذه النقلات بشكل عشوار هس راح نقوم بإرسال الكود هنا راح نقوم بعمل دالة write agent to fire أول شي نقوم بتضمين الـ inspects وكذلك الـ os نقوم بعمل دالة اسمها write agent to fire هذه الدالة تستقبل الفونكشن وكذلك الفاير ومحتويات الدالة لك التالي with open نفتح الأقواس الفاير لمثل موقع الفاير وكذلك فاصلة a بين علامة يكتب واس a if os.path.exists للفايل else w as f فهنانا راح نقوم بوضع الـ agent بالsubmission.py فنكتب f.write راح نقوم بكتابة الفونكشن هذا الموقع f.write inspect.get source function print function write to file ونحن يتم كتابة الفونكشن بالفايل طبعا هنا راح نقوم بوضع الفايل واللي هو الـ submission.py اللي نريد أن نقوم بكتابة الفونكشن داخله فنضع الـ my agent function وكذلك الـ submission.py file فنقوم باستدعاء دالة write agent to file ونقوم بوضع الـ argument الخاصة بهم من الغاطران الآن انتهت عمليات كتابة الفونكشن الخاصة بالـ agent ضمن الـ submission.py مثل ما تلاحظ هذا هو المكان الخاص بالمنافسة الـ connect x game competition وهنانا عدنا جاري تحميل النتائج أو الـ public score للـ agent الذي أرسلناه المسابقة هنا جايتم لعب الـ agent الخاص بنا مع نفسه بعد ذلك راح تظهر النتائج الخاصة بنا ومن ثم راح يبدأ يلعب مع المتنافسين الآخرين بعد ذلك بعد ما تظهر الـ public score الخاصة بك تضغط على leaderboard هنا وتروح تبحث عن موقعك أو ترتيبك بالمنافسة مثل ما تلاحظ هنا الترتيب الخاص بنا هو 342 والـ score اللي حققناه و 462 وهذا هو الـ agent الخاص بنا وتم نشرق قبل 13 دقيقة مثل ما تلاحظ وهذه هي المنافسات اللي خاصها هنا أنا مثلا خسرنا 156 نقطة خسرنا 58 نقطة ربحنا 76 نقطة وهكذا فالآن هذا الـ Minimax agent الخاص بنا اللي يكون الـ N-Steps الخاص بي ثم شكرا لحسن الاستموح 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 شكرا لحسن الاستموح